موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق وفي الساعة الثانية وهذه المرة نبدأ للساعة الثانية بيذهب بباشرة إلى القضارف عبر خط الهاتف مع محمد الفاتح أهلا وسهلا يا حمد من قضارف الخير كيف الحال صباح الخير سميل محمد الفاتح من القضارف صباح الخير حمد سامعنا كويس انت أهلا وسهلا حبارك محمد صباح الخير كيف حوارك كيف الصباح اليوم في جدارف الخير نحن بيت الجدارف صباح الليلة طواح جراعي نحن الآن في فعالية لمعرض زراع كبير معرض بتنظيم منظمة زور الهولندية وهو بإطار مشروع كبير بيتنصده هو تعزيز وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لشرق السودان دا نموذج لعشرين جمعية زراعية نموذجية من خلال سنتين من عمر المشروع استهدت جدا في تطبيق التطبيقات الزراعية وفي تعزيز قدرات منصولية ورفعت انتاجها رأسية إلى أكثر من 15 جوال في الفبانة من واحد مقاومة في ثلاثة إلى خمسة جوالات قبل دخول هذا المشروع وفي عدة محاصيل خلاف محاصيل الزراو السيسم المعروفة الجدارف ايضا هناك محاصيل حبودة الجيدية محصول زهرة الشمس والفول السوداني وايضا القوار المشروع برضو اهتمنا بالمثالة بتاعة الانتاج الحيواني ومشتقاته ودي أحرضت هذه الجنعيات في مجاح كبير جدا ووصلت منتجاتها إلى السوق ساهمت بجدري كبير جدا في إذا ما قلنا خفض الأسعار المحافظة على مستوى محدد لأسعار اللحوم البيضاء هذا المعرض هو يسهر لهذا المجهود الذي تمه في هذه السنوات ويعكف أيضا مدد تحول الكبير الحصل في هذه المجتمعات تحول اصناعي تحول اقتصادي تتحول الثقافة أيضا في تبني وكبير هذه التقانات الجراعية المشروع برضو اهتمنا بمسألة تقليم أوضاع هذه الجنعيات في إطار الجنعيات أصحاب ميهن الانتاج الجراعي والحيواني والوصول بها لوضاع الغالوني بشاعدة إنها تحصل على خرص التنويل منصات التنويل الموجودة في الولاية وكذلك أيضا الحصول على الدعم الفن من جارة الجراعة ومن المنظمات العاملة في مجال التقانات الجراعية في الولاية وده أيضا بنعكس إيجابا على الانتاج الانتاجية في الولاية تحتمل اعتماد كامل على الانتاج الجراعي والشكينة فهذا المعرض كان فرصة منتازة جدا للجمعيات الأخرى بإمكانها تحضر حذر هذه الجمعيات بتصل إلى موصلة إليسي من نصرى في الانتاج وفي تقديم الخدمات جميل محمد يعني السؤال بما أنه القضار في منطقة بتاعت إنتاج لو تكلمنا عن التفاعل وشكل التفاعل كيف في المعرض خاصة من قبل المنتجين وبرضو من قبل الجمهور يعني نعم التفاعل كبير جدا ودي منطقة مظلة جدا الآن يعني عرض الزوار في تجاير مستمر الشاهد في الأمر أن الجبارس وفي الأكثر من عشر سنوات تشهد تحول كبير جدا في مثالة الزراع في تجاه نحو ما يكن في العملية الزراعية بالتالي فالآن كلما يكون همالك حدث يختص أو يحتمل هذا الأمر بالتجيب همالك اهتمام كبير جدا ليس أنهم مشتغلين لزراعة فقط إنما هم جمهور الولاية عامة باعتبار أن الحم هم مشترك وباعتبار أن الزراعة تمثل رمالة الميزان في الجبارس الجاح الموسم الزراعي ليس فاعدته ما محصورة في المجارع بس إنما هتنسحب على كل المجتمع باعتبار المال الذي يضغط الأشواد تشهد تجارس كبير المواطنين بشكل كبير جدا يكون في حركة تجارة في حركة تجارة في حركة تجارة سويلة كبيرة جدا جدا في الجبارس وبالتالي نجحت الزراعة بتشغل كل الوهن الموجودة الأخرى في سوية العياء بذلك الآن في تفائل كبير جدا من جمهور الزراعي فعامة عن هذا المعرض فالعرض الآن في هذه الصاحة في تجارة مستمر رغم خامة الجبار نعم محمد أبرز الشراكات والمشاركين من خلال هذه الفعالية وأيضا من خلال وجودك الآن كيف تغرب شكل المخرجات التي ستخرج بها هذه الفعالية؟ نعم الآن يعني مشهد كل ما يخطر على بالك من محاطين الزراعية موجودة لها في هذا المعرض وأيضا يعني حتى التغافة الغذائية وحصل فيها تحول كبير جدا جدا بالنسبة للمعاطم الجباري فالتصاد كان يعتمد على الزراع بالشكل الأساسي فالآن همالك تحول كبير جدا همالك الدخون همالك الزراع الغذائية همالك العديد من المحصولات الأخرى أصبحت تمثل أساسي وزبة معاطمة الجباري وبالتالي حصل تحول كبير جدا والآن هذا المعرض تقنم المنتجين في عرض هذه المنتجات وبأشكال وأرنات مختلفة غير محصول الزراع الذي كان يعرف في السابق بشكل المعروف الآن من محصول عدة منتجات موجودة وهذا بيقول لأن الصناعات التحويلية عندها بنية تحتية تحتية موجودة من جباري فممكن أن نصل عليها في المستقبل ممكن تنظر جادل لرؤوس الأضمال بشكل كبير جدا أها جميل حمد الفاتح يعني حسام ذكر جانب مهم هو جانب الشراكات الممكن تكون في هذا المعرض معرض الآلات الزراعية والمنطيات التي تكون داخل المعرض لكن هو في ولاية القضارف انعكاس برضو على ولايات السودان والمستفيدين كيف يكون شكلها يعني؟ نعم سؤاله جدا بأطرار من جباري فمحافظة عدد من الولايات الزراعية تشابهة في الطبيعة وتشابهة في النشاط على كبير المثال في النار في الأجراء الجزيرة فهناك زيارات تبادلية بين حولي المجارعون وبين هذه الجمعيات في هذه الولايات لنغل التجار والاستفادة من التجار بعضها البعض لذلك تجد أن هناك محاصيل كانت تجرع كبير الأجراء فالآن تجرع في الجباري فالعبس صحيح والآن هناك تطور كبير جدا في تبادل المعلومات ومن خلال الزيارات اللي كانت نظيمها عدد من الشركات الزراعية والمنظمات المختمة بالمجال فهناك كبير جدا في تنوع التركيبة المحصولية فهناك كبير جدا في التعرف حتى على الآفات الزراعية والمناطة من بيئة لبيئة ودستها أدت المجارع صغير جدا في التعامل مع تغلبات الموسمة الزراعية دي واحدة من المحصولية المجالة في ضار الشركات التعديدة نعم محمد يعني هو معرض الآلية الزراعية في القضارف في أي مكان في القضارف وكم سيستمر؟ المعرض الآن هو في ودان الهلال بالغضارف يستمر اليوم وقدم ويفضح جوابه من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء وعلى ذكر الهلال اليوم تشهد الزراعية لغاء الهلال العاصمة والشرطة الزراعية نعم جالب رياض موهم جدا بحتماء فريق الشرطة الزراعية واحدة أقول أنية في الممتاز نعم يعني حديثنا عن هذا اللي تعود وأنت قريب لناد الشرطة نعم الشرطة غيّد جهاز الفني الآن استلم دفعات التجريب الكوتش الفادح خلقا للكوتش الديدة الآن هناك تفاول جمهور الزراعية لأن يحقق السريطة نتائج تعود مع طغب من الممتاز لأول مرة نوجد صعود الشرطة للدور الممتاز تفجد عمض من الممتاز بها في الملعبة والآن في اكتفاد حول السريطة تجاوز هذه المرحلة لإعادة البصمة لشفاها بشبيه من جنزر الجبعات جميلة نحن مقدرين جدا زميلنا محمد الفاتح مراسل قناة الشرق من القدارف على العكس الصورة الجميلة لصباح القدارف كمان وما يخص القدارف من أنشطاء وهمو كتر خيرك يا محمد اشتركوا في القناة